بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يشعر بعض الأشخاص نساء كانوا أو رجالا ممن يعانون من تراكم الدهون في منطقة البطن بنزعاج لذا يقومون بكل ما في وسعهم من أجل التخلص من الكرش ونسف تلك الدهون لدينا وصفة أو تعتبر كحيلة سهلة جدا تساعد على تحقيق هذا الهدف بدون أي تعب وخلال وقت قصير بحول الله تعالى قبل العيد ستلاحظون نتائج فعالة فيساعد هذا الكريم وهو عبارة عن كريم على التخلص من دهون منطقة البطن نحتاج في هذه الوصفة إلى الزنجبيل بودرة الزنجبيل ملعقة طعام كبيرة من بودرة الزنجبيل هذا هو الزنجبيل ولكن نحتاجه على شكل بودرة ويكون ناعم جدا أنصح بغربلته قبل استخدامه في هذه الوصفة ونحتاج إلى أي لوشن أو كريم جسم متوفر عندك في البيت أي لوشن للجسم تستخدمينه عادة لبشرة جسمك بعد الحمام ونحتاج كذلك إلى المشد أو النايلون المخصص لتغليف الطعام وكذلك نأخذ من شفاء مبللة بماء ساخن أولا طريقة تحضير هذه الوصفة نأخذ 2 ملاعق طعام كبيرة من اللوشن نضع 2 ملاعق طعام كبيرة من اللوشن قلت يمكنك استخدام أي كريم جسم ونضع عليه ملعقة طعام كبيرة من بودرة الزنجبيل نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى الحصول على كريم الزنجبيل نخلط جيدا بهذه الطريقة قلت هو رائع جدا ويصلح للنساء والرجال للسيدات والرجال لكل من يعانون من مشكلة ذهون البطن وكذلك يمكنك تطبيقه على أي منطقة تريدين تنحيفها كالأرداف أو أي منطقة رائحته جميلة جدا هذا هو الكريم المتحصل عليه أولا نقوم نبلل المنشفة قلت بالماء الساخن وبعدها نضعها على المنطقة التي نريد تذويب الدهون بها الكيرج أو الأرداف فهذا سيساعد على تفتيح مسام بشرة الجسم لجعل الوصفة تصبح أكثر فعالية وبعدها نقوم بتطبيق هذا الكريم على كامل المنطقة المراد تنحيفها وندلك بحركات دائرية لمدة عشر دقائق حتى تتشرب البشرة كل هذا الكريم بعدها نقوم بلف منطقة البطن بالمشد أنصح بالمشد أو قلت بواسطة النايلون الغذائي ويمكنك انتظار هذه الوصفة إذا كنت مستعجلة أو لديك ظروف لمدة لا تقل عن ست ساعات وبعدها تقوم بإزالتها بماء دافئ منشفة مبللة بماء دافئ ومن الأفضل أن تستخدم هذه الوصفة في المساء قبل الذهاب إلى النوم في حالة شعورك ببعض الوخز فلا داعي للقلق لأن هذا يدل على أن هذه الوصفة تعمل على تذويب الدهون بفعالية دائما نطبق هذه الوصفة وسنحقق نتيجة مرغوبة جميلة جدا قبل العيد بحول الله تعالى سنتخلص من الدهون الزائدة ونتمكن من نسف الكرش والحصول على بطن مسطح ومع هذا يمكنك التخلص من الكرش إذا لم يتوفر لديك اللوشن الجسم عن طريق دهن البطن بزيت الزنجبيل بحركات مصاج خفيفة دائرية وكذلك للتخلص من السيرولايت والسوائل البخزنة إذا لم يتوفر لديك زيت الزنجبيل في البيت يمكنك تحضيره منزليا بنقع كمية من بودرة الزنجبيل مع كمية متساوية من زيت الزيتون الدافئ نضعه في وعاء محكم الإغلاق يكون في مكان مظلم لمدة ثلاثة أيام مع رج القرورة جيدا يوميا وبعدها نقوم باستخدام هذا الزيت لنسف دهون الكرش كذلك لدينا بعض الفواكه التي نتناولها مع هذه الوصفة من أجل تحقيق ومساعدة على نسف دهون الكرش نحتاج مثلا إلى فاكهة البطيخ فالبطيخ يساعد على نسف دهون الكرش لأنه يحتوي على 90% ماء وبفضل محتواه من مكون الأرجينين يساعدنا البطيخ على حرق دهون البطن كما أن سعراته الحرارية محدودة ونفضل تناول البطيخ كذلك لكبح الشهية لدينا كذلك التفاح التفاح غني جدا بالألياف ويحتوي على نسبة مرتفعة من الماء مما يعزز الشعور بالشبع دون تناول كثير من السعرات الحرارية فهو من أقوى الثمار التي تساعد على إنقاص الوزن ونسف الكرش طبعا هو التفاح الأخضر لأنه يحتوي على البوليفينول الذي يعزز البكتيريا المعاوية المفيدة إذا أنصحكم جميعا بتناول تفاح خضراء واحدة في اليوم قبل وجبة الإفطار أو قبل وجبة السحور لدينا كذلك التوت التوت رائع جدا البري خصوصا التوت الأبيض الذي سبق ووضعت به وصفة بالقناة للوجه فكوب واحد منه يحتوي على ثلاثة وثمانين سعر حرارية فقط يعد مصدر للألياف التي تساعد على الهضم وتساعدنا في حرق دهون البطن كذلك الموز يحتوي الموز على مية وثمانية سعر حرارية وكذلك يحتوي الموز على أنزيمات تسرع عملية الهضم كما أنه مصدر رائع جدا للفيتامين بي سيكس يحافظ على مستويات السكر في الدم والموز كذلك من أفضل الفواكه التي تساعد في أنقاص الوزن على عكس ما يظن البعض أنه يزيد الوزن طبعا لزيادة الوزن الموز يأخذ مع حليب كامل الدسم والعسل لزيادة الوزن كذلك نتناول كوب من الجريب فروت قبل وجبة الإفطار وقبل وجبة السحور لأنه مصدر جيد للبروتين والفيتامين سي وحمض الفوليك والبوتاسيوم فضلا عن احتوائه على كمية هائلة من الألياف التي تحسن الهضم وتعزز لنا الشعور بالشبع هذا الكريم مدة صلاحيته ستة أشهر قلت هو آمن الاستخدام للمرضعات يمكنهم استخدامه وكذلك الأطفال الصغار من عمر عشر سنوات فما فوق يمكنهم استخدام هذا الكريم وبكل أمان كذلك الرجال يمكنهم استخدامه بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر